معطيات مختلفة باتت تحيط بالتظاهرات المستمرة في العراق منذ أيام الخروج في الساحات من دون سقف زمني وعدم انعكاس الحراك الحكومي على الشارع جعل الخواتيم غامضة لهذه الأزمة وفق مراقبين لكن الأخطر هو دخول المحاذير الأمنية حيز التنفيذ عبر استهداف التظاهرات بعبوات صوتية واختطاف ناشطين وإحراق الممتلكات العامة واستهداف قوى الأمن عوامل قد تشي بوقوف جهات تسعى إلى خلط الأوراق وتعقيد المشهد العراقي نريد الآن وقف نزيف هذا الدم الاعتداء والاعتداء المقابل كل هذه الحالات هي حالات منفوضة التمسك بسلمية التظاهرات هي ثيمة رئيسية لهذه التظاهرات المطلبية ولا تتحقق المطالب الجماهيرية إلا بالتزام هذه السلمية في المحافظات الجنوبية ورغم بعض الأحداث إلا أن الاحتكام إلى التنسيق المشترك بين المتظاهرين وقوى الأمن أدى إلى تجاوز المخاوف من استغلال أي طرف لتلك الأجواء وتنفيذ عمليات ضد سلمية التظاهرات والتزامق والأمن بالقانون على حد سواه ولسيما في ساحات البصرة وميسان وذيقار وواسط والمثنى يجب الانتباه لهذه الرسائل وهذه المسجات التي ربما قد تعود بنا إلى المشهد الأمني المتلك وبالتالي قد ربما نحن غادرنا القلق الأمني وغادرنا الخروقات الأمنية هذه الضغوطات والتهاب المناخ السياسي والمناخ المجتمعي ربما أيضا يعطي الفرصة وهذا هو الحذر للسلطات المعنية الإجماع الشعبي على التزام السلمية وما تبيعه من توصيات دينية وسياسية ودولية عوامل قد تسهم في إبعاد بلاد الرافدين عن شبح الفوضى والانقسام الداخلية الاستهداف المباشر للمتظاهرين بإسلوب التفجيرات ربما كان إحدى الأوراق السعية للتصعيد وتشتيت أفاق الحل لكن حكمة العراقيين وإصرارهم على مواصلة الضغط السلمي حتى إصلاح النظام السياسي ربما أنهيا هذه المحاولة وأبعد أهدافها وفق مراقبين محمد الفهد بغداد الميادين ترجمة نانسي قنقر